بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لهذا اليوم هو الورغانيك كيمستري الكيمياء العضوية الكيمياء العضوية فرع من فروع الملكيمياء يدرس مركبات الكاربون ونظراً لما لأنصر الكاربون من صفات فريدة ولكونه الأنصر الرئيس والأساس الذي يدخل في تكوين جزيئات الكائنات الحية والأغذية كما يساهم في شتى مجالات متطلبات حياتنا المعاصرة من أدوية، عطور، أصباغ وغيرها لذا فهناك فرع خاص به يسمى بالكيمياء العضوية أهمية المركبات العضوية تعتبر المركبات العضوية مهمة جداً وذلك لأسباب معينة أولاً، كل الأصناف الغذائية الرئيسة للإنسان والحيوان كالبروتينات، كالكاربوهدرات، الزيوت، الشحوم الحيوانية والنباتية هي مركبات عضوية الكثير من المنتجات الطبيعية كالقطن، كالصوف، كالحرير، كالورق، كالبلاستيك هي منتجات عضوية أيضاً أصناف الوقود مثل النفط والغاز الطبيعي والخشب هي مركبات عضوية العقاقير الطبية، الفيتامينات، الهرمونات، الأنزيمات مركبات عضوية لذلك دراسة المركبات العضوية مهمة جداً وجود الكاربون في المركبات العضوية لو سألني سؤال كيف تستدل على وجود الكاربون في المركبات العضوية الجوة يكون الاستدلال بطريقتين أولاً عند إشعال شمعة أو قطعة من الورق أو أي مادة عضوية أخرى يتحرر منها غاز CO2 ثناء أوكسيد الكاربون كاربون دايوكسايد وكيف نستدل إن هذا الغاز هو ثناء أوكسيد الكاربون؟ نمرر هذا الغاز على محلول هيدروكسيد الكاليسيوم اللي نسميه ماء الجير الصافي نمرر عليه هذا الغاز رح يتحكر محلول هيدروكسيد الكاليسيوم عند إمرار غاز ثناء أوكسيد الكاربون ما سبب تعكره؟ السبب تكوين مركب بكاليسيوم كاربونيد كاربونات الكاليسيوم تكون كاربونات الكاليسيوم هي عبارة عن مادة بيضة فإذن محلول هيدروكسيد الكاليسيوم هو صافي يعني شلون الماء ليس له لون من أمرر عليه غاز ثناء أوكسيد الكاربون تربط يتعكر يعني شنو يتعكر؟ يعني يصبح لونة أبيض مثل الحليب الطريقة الثانية عند حرق كمية من السكر السكر مادة عضوية في إنبوبة اختبار نلاحظ تخلف مادة سوداء وهي الكاربون وهذا يدل على أن الكاربون يدخل في تركيب السكر إذن عندي طريقتين أستدل على وجود الكاربون الصفات العامة بالنسبة للمركبات العضوية أولاً كل المركبات العضوية تحتوي على الكاربون في تركيبها وهي قابلة للاحتراق أو التحلل بالتسخين ولا سيما إذا تم تسخينها لدرجة حرارية عالية ثانياً ترتبط الذرات في المركبات العضوية بأواصر تساهمية مما تجعلها تتفاعل بشكل بطيء تفاعلاتها بطيئة شنو السبب؟ هي مرتبطة بكوفلاند بوند بأواصر تساهمية ليش مرتبطة بأواصر تساهمية؟ شرحنا في الفصل السابق أن الكاربون والسيليكون أواصر مع مركبات تساهمية ليش؟ لأنه يحتاج أربع أليكترونات ومن الصعوب أن يفقد أربعة أو يأخذ أربعة لذلك هو يساهم مع البرات الأخرى ثالثاً الكثير من المركبات العضوية لا تذوب في الماء وتذوب في المذيبات العضوية وأحنا عدنا قاعدة عامة سابقاً دارسيها أنه الشيء يذيب شبيهة فالمذيب العضوي يذيب المركب العضوي والمذيب القطبي يعني الماء يذيب المركبات القطبية كوفيلاند بوند أوف كاربون الأواصر التساهمية الكاربون في مركباته دائماً يشترك بأربع أليكترونات التكافؤ الموجودة في غلافه الخارجي لذلك فهو يساهم في أربع أليكترونات فإذن هو يحتاج إلى أربعة أواصر تساهمية فلو نلاحظ ارتباط الذرات الهايدروجين مع الكاربون لتكوين الميثان الميثان أول مركب عندنا في هذا الجدول يسمى الميثان بعائلة كبيرة له عائلة يرجع لها تسمى الكان عائلة الألكانات الألكانات عبارة عن ذرات كاربون وهيدروجين ترتبط جميعها بأواصر مفردة لو نلاحظ هنا الكاربون يرتبط مع الهايدروجين بأربع أواصر جميعها مفردة هذا النوع من المركبات أسمي ساتوريتد هذا أقول علي مشبع إذا ارتبطت ذرة الكاربون بالهايدروجين والكاربون الأخرى بالهايدروجين بدون أواصر مزدوجة أو ثلاثية أقول علي هذا المركب مشبع مثل الكانات ثانيا الإيثين يسمى تجاريا أفلين وهو يرجع إلى عائلة كبيرة تسمى الكين الألكين هنا يحتوي آصر مزدوجة فذرة الكاربون مع الكاربون الأخرى مرتبطة بآصر مزدوجة وجود هذه الآصر المزدوجة أصبح المركب انساتوريتد غير مشبع ونلاحظ أيضا أن كل ذرة كاربون مرتبطة بأربعة أواصر آصرتين مزدوجة وآصرتين لذرات الهايدروجين المفردة إذن الكاربون يحتاج إلى أربع أواصر ثالث مركب الإيثاين ويسمى تجاريا أستيلين الاسم التجاري وضعته باللون الأصفر الأستيلين يرجع إلى عائلة كبيرة تسمى الكاين الألكاينات تحتوي آصر ثلاثية كما موضح في تركيب الأستيلين آصر ثلاثية إذن ارتبطت ذرة الكاربون مع ذرة الكاربون بثلاث أواصر والرابعة مع ذرة هيدروجين هذا المركب يسمى غير مشبع إذن عندي الكاين وألكين تسمى مركبات غير مشبعة لوجود آصر أما ثلاثية أو ثلاثية أما الكاين فهو أواصره مشبعة لعدم وجود الأواصر المزدوجة أو الثلاثية إذن هما مركبات مشبعة لو نلاحظ هذا الجدول الأمامنا هذا الجدول مهم جداً مهم جداً نحفظ الأسماء الموجودة بي أندي إذا كانت ذرة الكاربون واحدة نسميه ميثان هاي بالنسبة لأول عائلة الكانات ميثان المقطع اللي دائماً يتكرر ميث سي تو عندي آصرتين أقول إيثان والمقطع اللي أحفظه إيث هذا الأسماء تحفظ لأن هي راح تشكل الأساس للمركبات العضوية اللاحقة يعني إذا كان المركب يحتوي على ثلاث ذرات كاربون المقطع أبروب نحفظه إذا كان من عائلة الألكانات نقول أبروبان من ألكينات أبروبين من ألكاينات أبروباين لو نلاحظ هذه الصورة هذه بها مجموعة من المركبات العضوية راح أبدأ بالأصغر أصغر واحد بالعائلة المركبات العضوية هو الميثان الميثان مثل ما شرحنا أنه عنده أربع أواصر كوفيلانت بوند والأواصر كلها السنجل مفردة زين المركب الثاني بيوتان لو أن حسبت شم درات كاربون أربعة على الجدول نرجع فهو بيوتان فهذا مركب يرجع إلى عائلة الألكان لم نلاحظ فيه لا آصر مزدوجة ولا آصر ثلاثية وهو مركب ساتوريتد مشبع ما بيأواصر لا مزدوجة ولا ثلاثية بعد نقول يعني غير متفرع سلسلة مستقيمة سلسلة مستقيمة هذا النوع نسميه سلسلة مستقيمة لا متفرع ولا هو بيآصر مزدوجة ولا ثلاثية ونقول عليه أنساتوريتد فهو مشبع وهو أنبرانتشد غير متفرع لو نأتي للمركب الثالث اللي هو آيزو بيوتان طبعا آيزو بيوتان هذا اسم تجاري أو اسم القديم بالتسمية القديمة هذا لو نلاحظ بالذرة الكاربون الثانية أكو فرع أكو فرع اللي هو CH3 فهذا نقول برانتشد تشاين يعني سلسلة متفرعة سلسلة متفرعة لو أحد سألنا هذا المركب اللي هو آيزو بيوتان مركب مشبع ساتوريتد أو غير مشبع شنو جوابنا الجواب يكون هذا المركب مشبع وهذا المركب برانتشد متفرع وهو ينتمي إلى عائلة الكانات نأتي الآن إلى الأفلين الأفلين مثل ما شرحنا بالجدول هو عبارة عن ذرتين كاربون بينهما آسرة مزدوجة إذن هو يحتوي على دبل كوفيلانت بوند آسرة مزدوجة تساهمية إذن هو غير مشبع بعد متفرع له غير متفرع وغير متفرع وهو عبارة عن سلسلة مستقيمة سلسلة مفتوحة زين نجي للأستيلين اللي هو اسمه التجاري أستيلين أو اسمه القديم التربل كوفيلانت بوند يحتوي على آسرة ثلاثية فهو أنساتوريتد غير مشبع وهو عبارة عن سلسلة مفتوحة نأتي للمركب الأخير نشوف بي يحتوي على أوكسجين إضافة إلى الكاربون والهايدروجين هناك أوكسجين فهذا المركب إذا عندي يحتوي على أوكسجين مع الأوأج بآسرة مفردة أسمي كحول أي مركب عندي عضوي يحتوي على أوأج واحد مجموعة هايدروكسيل واحد مو أكثر أسمي الكحول فهو بذرتين كاربون يعني أثيل الكحول أثيل الكحول زين هاي التسمية القديمة التسمية الجديدة شي يسمو إيثانول ضيفو للمقطع أول للإسم إيثانول بعدين نجي بالتفصيل نشرح إن شاء الله هذه الصورة كلها تبين لي أنه ذني المركبات جميع هذه المركبات هي عبارة عن سلاسل مفتوحة لو ألاحظ هذه الصورة الأخرى سايكلي كامباون ألاحظ أنه هناك المركبات عبارة عن حلقات مغلقة فهذه النوع من المركبات نسميه سايكلي لو نجي للمركب الأول اللي هو بشكل تراينجولا بشكل مثلث هذا شسمه اسمه سايكليو بروبان هذا أباوة علي بآسرة مزدوجة لا بآسرة ثلاثية لا إذن هو شنو ساتوريتد مشبع وهو ينتمي إلى عائلة الألكان بس شنو حلقي فنقول سايكليو بروبان ليش قلت بروبان؟ لأنه يحتوي على ثلاث ذرات كاربون وأنظر إلى ذرات الكاربون ألاحظ كل ذرة كاربون محاطة بأربعة أواصر آسرتين مع الهايدروجين وآسرتين مع ذرتين كاربون أخرى البنتاجون شيب حلقة خماسية ولا تحتوي آسرة مزدوجة ولا ثلاثية إذن هو سايكليو بنتان ينتمي لعائلة السايكليو من الألكانات زين أجي للمركب السايكليك الآخر هو عبارة عن حلقة سداسية hexagonal shape الحلقة السداسية يش اسمها ست ذرات كاربون نقول هيكسان وبما إنه حلقة فنقول سايكليو هيكسان فإذن الكاربون أما يرتبط بهيئة سلاسل مفتوحة قد تكون متفرعة قد تكون غير متفرعة أو يرتبط بهيئة حلقات طبعا بعد عدنا قسم ثالث هو الأوروماتية ناخذها بعدين إن شاء الله سام أورغانيك كامباون راح نبدي ناخذ بعض المركبات والمركبات البسيطة جداً من المركبات العضوية أول شي منطيني تعريف الهايدرو كاربونات الهايدرو كاربونات هي مركبات تحول كاربون والهايدروجين فقط قد تكون مشبعة قد تكون غير مشبعة فنطلق عليها اسم الهايدرو كاربونات أول مركب راح ناخذه هو أصغر واحد بالعائلة والمدل المال العائلة هو الميثان الميثان يحمل صيغة CH4 مثل ما عرفنا وشوفنا شون ذرات مرتبطة به أين نجد الميثان في الطبيعة؟ نجد الميثان بنسبة كبيرة في الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النقطة الخام وينبعث من مناجم الفحم وكذلك ينتج عند تحلل المواد العضوية في مياه البرك والمستنقعات الراكدة يأتيني سؤال وسؤال مهم جداً كيف يحضر الميثان في المختبر؟ معادلة التفاعل خلات الصوديوم صوديوم أسيتيت مع صوديوم هايدروكسايد مع حرارة راح ينتج للميثان وصد صوديوم كاربونات اللي أمامكم هنا جهاز التحضير طبعاً هذا مهم مهم جداً تحضير الميثان طريقة العمل شلون تكون؟ أولاً تسخن خلات الصوديوم تسخيناً شديداً مع صوديوم هايدروكسايد أو ولازم شنو؟ تسخن خلات الصوديوم تسخيناً شديداً مع هايدروكسايد الصوديوم وأوكسايد أو هايدروكسايد الكاليسيوم لأن الخليط يكون أقل تأثيراً على الزجاج وأعلى درجة انصهار من هايدروكسايد الصوديوم إذن أخلط بعد مادة إضافية هي هايدروكسايد أو أوكسايد الكاليسيوم مع المادتين الأساسيتين السبب شنو؟ السبب لتقليل التأثير على الزجاج ولحصول على أعلى درجة انصهار كيف يجمع غاز الميثان المتحرر؟ يجمع أندرووتر بإزاحة الماء إلى الأسفل ما هو السبب؟ ذكروا لي بالواجب البيتي ما سبب جمع الغاز الميثان بإزاحة الماء إلى الأسفل واحد؟ اثنين أريد تذكر لي أي غاز جمعنا بإزاحة الماء إلى الأسفل؟ بعد إضافة إلى الميثان أي غاز جمعنا بهذه الطريقة؟ هذا مع الواجب البيتي يذكر وصلنا الآن إلى الموضوع الأخير بمحاضرتنا اليوم هو Physical Properties of Methan Gas الخواصة الفيزيائية أولاً الميثان Colorless عتيم اللون وكذلك قليل الذوبان في الماء قابل للاشتعال وبلهب غير داخل مكون ثناء أوكسيد الكاربون وبخار ماء ومحرر طاقة طبعاً هذه المعادلة معادلة عامة لجميع المركبات العضوية جميع المركبات العضوية من أحرقها بالأوكسيجين راح تنطيني ثناء أوكسيد الكاربون وبخار ماء وبعض الآن وصلنا إلى الواجب البيتي إضافة الواجب اللي ذكرته بداخل المحاضرة تحلون هذا الواجب وأتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته